بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف التاسع أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة دروس المصورة لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات سنشرح اليوم الدرس الرابع بعنوان الكائنات الوهمية والمتغيرات في عالم ألس الجزء الأول الموجود في الوحدة الثالثة تصميم وبرمجات الألعاب أعزائي الطلاب تعلمنا في الدروس السابقة كيفية اعداد العالم في برنامج ألس فعلى سبيل المثال لعبة التقاط الكرة نقوم بإضافة كائنات عالم اللعبة مثل سكر بول جول كيبر سكور سكر جول وأيضاً نقوم باستخدام دوال جاهزة في برنامج ألس لتحريك الكائنات مثل دالة التوجيه ودالة التحريك ودالة الانتقال وأيضاً تعلمنا إنشاء واستخدام الدوال استخدام دوال مخصصة في عالم ألس وأيضاً التكرار اللانهائي التكرار الشرطي وأخيراً الأحداث أهداف درسي اليوم يتوقع منك عزيز الطالب أن تكون قادراً على أن توضح المقصود بالكائنات الوهمية في برنامج ألس تضيف كائناً وهمياً في عالم اللعبة في برنامج ألس تستهدم دالة موف تو لانتقال كائن محدد في عالم اللعبة تعرف المتغيرات في برنامج ألس تميز بين أنواع البيانات للمتغيرات في برنامج ألس تذكر أنواع المتغيرات في برنامج ألس وأخيراً تنشئ متغيراً محلياً في عالم اللعبة هذا الدرس موجود في الكتاب المدرسي من صفحة 228 إلى 236 مصطلحات درس اليوم variable متغير dummy object كائن وهمي local variable متغير محلي width العرض variable instance متغير مثيل أعزائي الطلاب نبدأ الآن بالهدف الأول وهو توضيح المقصود بالكائنات الوهمية في برنامج ألس الكائنات الوهمية هي كائنات غير مرئية تستخدم لتحديد مواقع معينة في عالم اللعبة في برنامج ألس ويعمل على توجيه الكاميرا لا يمكننا رؤية الكائن الوهمي لكننا نستخدمه لتحديد موضع واتجاه الكاميرا يستخدم لتحديد الموقع واتجاه الكاميرا بحيث يمكن إرجاع الكاميرا إلى هذا الموضع إذا احتجنا إليه وأيضا يمكنك استخدام عدة مواقع للكائنات الوهمية في نفس البيئة للعبة لكي تحصل على طرق عرض مختلفة لنفس المشهد أو لنحصل على مشاهل مختلفة للعالم نفسه والآن عزائي الطلاب مع الهدف الثاني وهو أن تضيف كائنا وهميا في عالم اللعبة في برنامج ألس ما هي أهمية الكائنات الوهمية في لعبة التقاط الكرة؟ في كل مرة ينتهي التزديد بهدف أو التقاط الكرة من حارس المرمى يجب أن تعود كرة القدم إلى وضع البداية وللقيام بذلك سنستخدم كائنا وهميا لوضع الكرة في موضع البداية يحدد موضع انطلاق كرة القدم من جديد وأيضا استخدام لبنة موفتو لربطها بالكائن الوهمي وانتقال كرة القدم إلى موضع البداية والآن عزائي الطلاب قبل الانتقال إلى البرنامج لتطبيق المهارة عمليا سأقوم بتوضيح المهارة هنا نقوم بالضغط على Add Object لإضافة الكائنات ومن ثم نضغط على Suckerball من شجرة الكائنات نعم ومن ثم نضغط على خيار More Controls للمزيد من التحكم ثم نضغط على هذا الخيار لإضافة الكائنات الوهمية عند الكائن المحدد نضغط على إشارة الزائد بالقرب من ملف Demi Objects ثم نقوم بإعادة تسمية الكائن الوهمي بما يتناسب مع اللعبة إلى على سبيل المثال Starting Position ومن ثم نضغط فوق Done لإغلاق الألموم والآن سنطبق هذه المهارة عمليا في برنامج الألس والآن عزائي الطلاب سنقوم بإضافة كائن وهمي في عالم اللعبة في برنامج ألس نقوم بالضغط على زر Add Object ومن ثم نقوم بتحديد كائن سكر بول ومن ثم نقوم باختيار خيار اضرب Demi Add Selected Object ومن ثم زر الزائد نقوم بإعادة تسمية إلى Starting Position تم إعادة التسمية كما هو مطلوب في التدريب ومن ثم نقوم بضغط زر Add Done والآن أعزائي الطلاب مع الهدف الثالث وهو استخدام دالة Move To لانتقال الكائن في عالم اللعبة في برنامج ألس في البداية سنستخدم لبنة التحريك Move To مع الكائن الوهمي لنقل كرة القدم إلى نقطة البداية بعد انتهاء الحدث سيكون إما بتزديد الهدف أو التقاط الحارس لكرات القدم قبل الانتقال إلى برنامج ألس سأوضح هذه المهارة هنا في البداية نقوم بضبط معاملات لبنة Move To نذهب إلى سكر بول من شجرة الكائنات ومن ثم نقوم باختيار علامة تبويب Methods ومن ثم نقوم بالسحب والإفلات للبنة Move To إلى محرر الأحداث ننتقل إلى Dummy Object ونختار Starting Position نضغط على مزيد More ننتقل إلى Duration المدة ومن ثم نقوم باختيار Others والآن نحدد نقطة البداية من نافذة Custom Number ومعناها رقم مخصص نضغط على سفر ثم نضغط OK نذهب إلى Sucker Ball ومن ثم نقوم باختيار تبويب Method ومن ثم نسحب لبنة Move To ونفلتها في محرر الأحداث نقوم باختيار خيار Dummy Object ثم Start Position نقوم بالذهاب إلى More ومن ثم الفترة Duration نقوم باختيار قيمة صفر أي نقطة البداية وتم جعل خاصية Duration صفر وذلك لتكون عملية الانتقال إلى البداية غير مرئية نمسح ونكتب القيمة صفر والآن عزائي الطلاب نريد أن تذهب كرة القدم اتجاه المرمى ولكن تذكر أننا أرسلنا الكرة 20 مترا إلى الأمام من المرمى لذا نريد الآن أن تتحرك الكرة نحو المرمى للقيام بذلك سأقوم ببرمجة كرة القدم للرجوع إلى الوراء سأشرح هذه المهارة نقوم باختيار علامة تبويب Methods ومن ثم أسحب وأفلت لبنة Move To إلى محرر الأحداث وأيضاً أنتقل إلى الخلف وأختار Others من نافذة Customer Number أقوم باختيار 20 ثم أضغط فوق OK والآن سأقوم بتطبيق هذه المهارة عملياً في برنامج الألس لنتابع سوياً نذهب إلى كائن سكر بول ومن ثم نقوم باختيار تبويب Method نقوم بسحب لبنة Move وإفلاتها هنا نختار Backward ومن ثم Other واختيار القيمة 20 واختيار OK والآن عزائي الطلاب مع دراسة الهدف الرابع وهو التعرف على المتغيرات في برنامج ألس المتغيرات هو موقع مسمى في ذاكرة الحاسوب يستخدم لتخزين قيام أو بيانات من أمثلة المتغيرات X وأيضاً My Name X يساوي 15 وMy Name تساوي أحمد للعلم أن درس المتغيرات تم دراسته في السابق في برنامج Python والآن عزائي الطلاب مع الهدف الخامس وهو أن تستطيع التمييز بين أنواع البيانات للمتغيرات في برنامج ألس من أنواع البيانات عددي تستخدم المتغيرات العددية لتخزين أي أعداد صحيحة أو حقيقية مثال ذلك إن تحرك حارس المرمى يميناً أو يساراً بمقدار واحد متر واحد بيانات من نوع عددي منطقي يتعامل المتغير المنطقي مع الصواب والخطأ مثال ذلك هل استطاع حارس المرمى إمساك كرة القدم؟ إن كان الجواب true فقد فاز أما إن كان الجواب false فقد خسر true or false بيانات من نوع منطقي كائن يتعامل المتغير object مع أي كائن في برنامج ألس مثال ذلك سيتحرك الكائن كاميرا اتجاه حارس المرمى الفائز إذن كاميرا من نوع كائن نصي يخزن المتغير النصي مجموعة من الحروف والرموز مثال ذلك ظهور النص you win فوق حارس المرمى الفائز you win بيانات من نوع نصي وأخيرا غير ذلك توجد العديد من أنواع البيانات الخاصة المستخدمة في برنامج ألس مثل sound color وإلى آخره من بيانات من نوع غير ذلك مثال ذلك ظهور صوت sound معين عندما يمسك حارس المرمى بكرة القدم هذا الصوت من نوع غير ذلك أعزاء الطلاب يوجد ثلاثة أنواع من المتغيرات في برنامج ألس المتغيرات المحلية المعاملات الخصائص لاحظوا معي أعزاء الطلاب في برنامج ألس من هنا المتغير المحلي ومن هنا يتم تحديد المعاملات وأخيرا من هنا يتم تحديد والتحكم بالخصائص أما عن المتغيرات المحلية فتستخدم لتخزين بيانات محددة أثناء تشغيل البرنامج للرجوع إليها عند الحاجة تستخدم ضمن دالة أو وظيفة معينة حيث يمكن الوصول إليها فقط من خلال الدالة التي تم تعريفها بها متطلبات الإنشاء أو تعريف هذه المتغيرات تحديد الإسم تحديد نوع البيانات أما عن المعاملات فتستخدم كوسائط في الدوال وتسمح للدوال بالتصرف بشكل مختلف في كل مرة نستخدمها فيها تعطينا نتائج مختلفة أما متطلبات الإنشاء الإسم ونوع البيانات ثالثا الخصائص مثال ذلك في لعبة التقاط الكرة تم إضافة بعض الكائنات مثل سكر بول ما هو خصائص هذا الكائن؟ هل الكائنات تتشابه في هذه الخصائص؟ متى تظهر خصائص الكائن؟ وإجابة على هذه التساؤلات تجدها في الشاشة التي أمامك الموجودة في برنامج ألس إذن الخصائص تستخدم لتنظيم البيانات التي تمثل الكائن وأيضا تصف كل خاصية الكائن بطريقة ما ليتم إنشاء الخاصية لا بد من أن ترتبط بالكائن وتظهر عند إنشائه وتحتفظ الخصائص بقيامها طالما ظل الكائن موجودا والآن عزائي الطلاب مطلوب مع الهدف السادس وهو إنشاء متغير محلي في عالم اللعبة مطلوب تزديد الكرة في مكان مختلف في كل مرة ليصعب التقاطها قبل الوصول للمرمى ولذلك سنحتاج إلى إنشاء متغير للموضع العشوائي لكرة القدم إذن متغير محلي قبل الانتقال إلى برنامج ألس لنوضح هذه المهارة هنا نقوم بالضغط على create new variable ومن ثم نقوم بتسمية المتغير وأيضا نضبط النوع إلى number نضغط القيمة value إلى 1 ثم نضغط OK الآن سنقوم بتطبيق هذه المهارة عمليا في برنامج ألس تابع معي عزيزي الطالب نذهب إلى create new variable ومن ثم نقوم بتسميته random distance ومن ثم نقوم باختيار number قيمة 1 ومن ثم الضغط على OK نلاحظ أنها ستظهر هنا في مربع الأحدث والآن مع الهدف السابع وهو أن تحدد قيمة متغير محلي في عالم اللعبة في البداية أضغط على خيار random distance ومن ثم أسحب وأفلته إلى محر الدوال بين سطري المقطع البرمجي وأخيرا أنتقل إلى set value وأختر واحد لقيمته الآن عزيزي الطلاب ننتقل إلى برنامج ألس لتطبيق هذه المهارة عمليا كما تعلمنا أضغط على random distance ومن ثم أسحب وأفلته إلى محر الدوال بين سطري المقطع البرمجي أيضا أذهب إلى set value وأختر واحد كقيمة له تعلمنا في درس اليوم الكائنات الوهمية كيفية إعداد الكائن الوهمي بإضافة الكائن الوهمي واستخدام دلة مفتو لتحريك الكائن وأيضا تعلمنا المتغيرات في عالم ألس ومنها المتغيرات المحلية المعاملات وأخيرا الخصائص وأيضا تعلمنا إنشاء متغير في عالم ألس وفي نهاية الدرس اليوم نتمنى لكم خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر